اهلا بكم اعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر هو ايه موضوع السلالة الجديدة بتاعت فيروس كورونا اللي اكتشافوها في انجلترا مواصفاتها ايه وتأثيرها ايه وايه الفرق بينها وبين فيروس كورونا العادي او الفيروس القديم اللي احنا كلنا عارفينه دلوقتي والسؤال الاهم هل اللقاحات اللي ظهرت لحد دلوقتي هتكون فعالة ضد السلالة الجديدة دي ولا لا كل ده هنعرفه بعد الفاصل ما تنساش اعمل اللايك بتاعك الجميل بقى في البداية لازم تعرف ان معظم الفيروسات اصلا بيحصل فيها طفرات باستمرار دي حاجة طبيعية زي فيروس الانفلوانزا مثلا لدرجة ان العلماء بيقولوا ان الفيروسات تقريبا بيحصل فيها طفرات كل اسبوعين تقريبا لكن معظم الطفرات دي بتكون بسيطة وغير مؤسرة وبيبقى زيها زي الفيروس الاصلي فيه طفرات كمان بتستمر وفيه طفرات بتنتهي لكن الكلام زاد في الوقت الاخير على الطفرة الجديدة او السلالة الجديدة اللي ظهرت في انجلترا عشان التفارات اللي حصلت فيها او التغييرات الجينية كبيرة شوية وده متوقع انه يغير شوية من سلوك الفيروس ومن مواصفاته السلالة الجديدة سموها بي وان وان سيفن او الاسم اللي قدامك ده بناء على تاريخ ظهرها مقصود بي واحد اتناشر عشرين عشرين لان هي ظهرت في انجلترا في شهر ديسمبر الحالي عشرين عشرين وانتشرت هناك بشكل كبير جدا ومتوقع ان السلالة دي تكون انتشرت في دول كتير جدا حول العالم بسبب ان السفر كان مفتوح لكن لحد دلوقتي مفيش دول تانية اعلنت عن السلالة دي بشكل رسمي لو انت متخصص شوية وحابب تعرف الطفرة الجينية دي حصلت ازاي ايه التغييرات اللي حصل فيها اقرأ الكلام اللي مكتوب ده او شوف المصدر اسفل الفيديو لكن خلينا نتكلم عن الحاجات اللي تهم الناس كلها ايه هي مواصفات السلالة الجديدة انتشارها تأثيرها قوتها واهم حاجة فعالية اللقاحات ضدها المعلومات اللي انا هقولها دي لحد دلوقتي لان كل شوية هيبقى فيه جديد عن السلالة الجديدة لكن لحد دلوقتي يقال ان السلالة الجديدة بتنتشر بشكل اكتر بين البشر وبالنسبة لخطورتها فهي زيها زي فيروس كورونا المعروف نفس درجة الخطورة الشخص اللي عنده السلالة الجديدة دي وراح يعمل تحليل بي سي آر او المسحة هتطلعوا ايجابي المسحة او البي سي آر مش هيعرفك ازا كانت دي سلالة جديدة ولا الفيروس القديم اللي بيحدد السلالة الجديدة دي معامل خاصة ومراكز ابحاث مش المعامل العادية بتاعتنا السلالة الجديدة مقاومة لنوع من انواع الادوية اللي احنا بنستخدمها حاليا اللي اسمها منوكلونال انتيبودز او اللي معروفة حقا الاكتيمرا السلالة الجديدة مقاومة لها شوية اما بالنسبة للقاحات الموجودة حاليا واللي ظهرت وفيه فيديو عن اللقاحات تقدر تشوفه من الرابط تحت فالقاحات لسه مش عارفين دلوقتي تأثيرها بالزبط على السلالة الجديدة لكن معظم العلماء بيتوقعوا ان اللقاحات دي تكون فعالة ضد السلالة الجديدة ولو بنسبة اقل شوية وبيستشهدوا بالقاحات الانفلونزا اللي ممكن تكون فعالة ضد انواع جديدة او تفارات جديدة من فيروس الانفلونزا وكمان العلماء بيقولوا ان عشان الفيروس يهرب من اللقاح بشكل كامل فده محتاج كمية تفارات كبيرة جدا وده ما حصلش لحد دلوقتي وطبعا الموضوع ده هيتعرف بشكل اكتر مع التوسع في اعطاء اللقاحات ودراسة تأثيرها في المستقبل وكمان شركة فيزر اللي بتصنع نوع من انواع اللقاحات دي بتقول انهم ممكن يطوروا اللقاح بسرعة لان التقنية اللي بيستخدموها تقنية جديدة تسمح لهم بتطوير اللقاح بسرعة ضد السلالة الجديدة لو اللقاح القديم مش فعال ضدها بشكل كافي وعلى فكرة في سلالة جديدة اكتشفوها في جنوب افريقيا في شهر ديسمبر الحالي برضو ودي غير النوع بتاع انجلترا تماما وانا شايف ان كل اللي علينا اننا نلتزم بالاجراءات الاحترازية ونخلي بالنا نفس التعليمات بالنسبة للسلالة الجديدة زي الفيروس القدين نخلي بالنا ونلبس الماسك بتاعنا ونهتم بغسيل الايدي بالماء والصابون ونمنع التجمعات واذا اتيح اللقاح لك وعرفت تاخده خده ده كويس جدا المصدر هسيبهه لك تحت الفيديو في الوصف واحب انبه ان حتى المصدر نفسه بيتم تحديثه بشكل مستمر وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة وعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم